يا دعوة احرنط بتقول الجيش الاسرائيلي يقلص حجم قواته شرقي رفح ويسحب لواء جفعاني من منطقة العمليات معلش الخبر ده انا وفهمده شوية يا شباب ليه؟ لانه الضغط المصري والطلب المصري والانذار المصري والتحذير المصري والمناورة بالزخيرة الحياة المصرية هي التي اجبرت اسرائيل على التراجع عن معبر رفح يا دعوة احرنط بتقول الجيش الاسرائيلي قلص حجم قواته شرقي مدينة رفح بقطاع غزة قدامكم ايه؟ وقالت الصحيفة ان الاحتلال سحب لواء جعفاني من منطقة العمليات التي استمرت هاته السابيع ومن المقرأ ان تبقى اربعة فرق قتالية في الفرقة 160 بعيدا عن معبر رفح يتزامن انسحاب لواء جعفاني من سماع على سماع اسرائيل بعادة فتح معبر كرم ابو سالم مع وجود تقارير تفيد باعادة فتح معبر رفح امام المساعدات خلال ساعات وهدف هذا القرار الى تسهيل دخول المساعدات الانسانية الى خطاع غزة من الاسرائيل وقف نتنياهو كده حس ان قلبه كده بيرفرف كده وفي حنية مفرطة جات له واصيب بحالة طبطبة كده يعني وقال عايز ااكل الفلسطينيين وعايز ادخل المساعدات كده منه الحال يعني قالك والله انا خلاص هنسحب شوية بعيدا عن معبر رفع عشان ندخل المساعدات ونفتح كرم ابو سالم عشان ندخل المساعدات انا والله قال بيوجعني على اللي انا عملته في الفلسطينيين هل ده كلام معقول ده كلام مجانين بقول يا جماعة بقول لكل هؤلاء الغوغائية ما كان يحدث ما حدث لو لا التدخل والضغط والانذار والعين الحمرة المصرية رغم انف الكارهين والمشككين والمشوهين هؤرس الاسرائيلية قالت قرار العدل الدولية لن يغير الحرب في غزة لكنه خطر على اسرائيل اسرائيل على فكرة من الداخل محتاج دراسة يا جماعة الوزير جانتس قال قدم اختراح لانشاء لجنة تحقيق حكومية في احداث 7 اكتوبر عايز يضرب في نتنياهو برضو اثناء الحرب برضو المكايدة السياسية بتسير على قادم ناسها مفاوض السياسة الخارجية اللي هو جوزيب بوريل راجل محترف جدا اكد الحاجة الى سلطة فلسطينية قوية لتحقيق السلام في الشرق الاوسط الراجل ده راجل عائل وجب من الاخر صحيفة هارتس الاسرائيلية قرر العدل الدولية لا يفيد اسرائيل لا يفيد اسرائيل لكن عليها منح الاولوية للوضع الانساني حتى لا تقع في شراك قانونية دولية اشتركوا في القناة